اشتركوا في القناة اسم آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية مجددة لجلالته فيها الامتنان والتقدير لما تشهده المرأة البحرينية من رفعة ودعم ينبع من ثقة وإرادة جلالته التي جعلت من مشاركة المرأة في نهضة بلادها شأنا وطنيا جسدته نصوص ميثاق العمل الوطنية دعية المولى عز وجل أن يكلل جهود جلالته المباركة ومساعيه الجليلة لرفع ورخاء البحرين وشعبها الوفي بالمزيد من التوفيق والسداد هذا وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة جلالة الملك المفدة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله عبر فيها جلالته عن بلغ سروره بتلقي تهنية سموها بهذه المناسبة الوطنية مشهيدا جلالته في برقيته بالدور البناء الذي قامت به المرأة البحرينية بقيادة سموها وحققت من الإنجازات ما هو فخر لكل المواطنين واستعداد لمستقبل باهر بإذن الله يتخذ من إنجاز الماضي والحاضر الأسوسة التي بها يُعلى شأن الوطن ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة